نحن نهاردة متشرفين من دكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة ومستشاري الموارد البشرية مساكنا يا دكتور إينا هنم إزايك يعني أنا مش هحسد ولا حاجة بس حضرتك شخصية بتشتغل حاجات كتير أوسح جايا مش كده نسبات فحضراي بس فحضرتك خير ونموذج لموضوع إزاي أشتغل أكتر من شغلان من غير مؤثر على أول وحدة فيه ينفع نعمل كده بس هي محتاجة إدارة وقت كويس جدا لأنه اللي بيزعاننا اللي ببنسمع من الشباب يقولك أنا ما عنديش وقت لا أنت عندك وقت ولازم الوقت يكون متناسب ما بين حاجتين أساسيتين أنك أنت بتشتغلي ويتنمي مهاراتك كل اتنين لازم يشتغلوا بشكل متوازي تنمي مهاراتك إزاي وانت ما عنديكش وقت ده حقيقي وخصوصا لحكم تجوزة وعندك ولاد فبتروحي البيت بتستخسري مثلا أنك تمسكي كتاب تقريه حلوة قوي أنا معيك بس أنا هقولك على فرصة مهمة جدا أنت بتكابي أيضا مواصلات أو عربيتك الخاصة مش أقل من ساعتين في اليوم دول الفترة اللي لازم حضرتك تطوري نفسك فيها يا إما أنا حاطت كتاب أكشولي فيديوهات يا إما دلوقت فيه أبليكيشنز موجودة على كل التليفونات إنه هو يحولهولك حتى لو هو بيدي إف تسمعي ففكرة أن أنا ما عنديش وقت لا الوقت موجود بس إزاي حضرتك تعرفي والتوازن ده لو ما حصلش لو إحنا تركزنا كله أن أنا أجيب فلوس النهاردة وما طورتش نفسي ممكن أجيب فلوس النهاردة بس إن شاء الله أجيب فلوس بكرة